إذن الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر أضاءت على أهمية وجود القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط في الواقع الحالي تقود واشنطن أكبر تحالف بحري في العالم يضم 44 دولة تحالف يستخدم ستة فرق تحديداً وهي للعمل البحري متعددة الجنسيات مخصصة لمهام حماية السفن التجارية من هجمة الصواريخ والمسيرات الحوثية وجهود مكافحة القرصنة وضمان التدفق المستمر للتجارة من الخليج العربي إلى البحر الأحمر تقرير يسلط الضوء أن واشنطن ملتزمة بضمان عدم تعرض القوى الأجنبية أو الإقليمية للمساس بالمرور الآمن عبر طرق البحرية الرئيسية في الشرق الأوسط مثل مضيق هرمز وباب المندب فبعد تراجع النسبة لما يتعلق به وبعد انسحاب أيضاً القوات الأمريكية من أفغانستان ومع أيضاً الموقع العسكري الاستراتيجي للصين في جيبوتي والخلل الذي سمح لإيران كما هو متوقع بزيادة دعمها العسكري بشكل تدريجي للمتمردين الحوثيين في اليمن مع كل ذلك صعدت الولايات المتحدة من وجودها البحري تحديداً في الشرق الأوسط في إجراء استراتيجي مضاد يرى مراقبون أنه ومن الأفضل مواجهة النفوذ الإيراني في البحر ومن البحر وينبغي تكليف القيادة المركزية الأمريكية وتوفير الموارد اللازمة لقيادة مبادرة تهدف إلى منع الحوثيين من تعطيل التدفق الحر لتجارة في البحر الأحمر وخليج عدن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر